السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم مشاهدين الكرام حلقتنا اليوم حلقة خدمية بامتياز حلقتنا تخص محافظة بغداد العاصمة وما أدرك كم العاصمة بالتأكيد هناك حديث كبير يتأتي إلى محافظة بغداد ضعف الخدمة مع إيجابيات في بعض المناطق هناك اتباس ما بين الصلاحيات عند المواطن يقول محافظة بغداد هي مسؤولة على كل محافظة بغداد المعنين يقول لا نحن ليس فقط نأخذ القرار أو نستملك القرار على كل بغداد أو أطراف بغداد بل هناك شراكة ما بين أمانة بغداد وما بين المحافظة هناك كثير من التساؤلات حول الخدمات المقدمة والتي سوف تقدم في المستقبل القريب هناك أيضا جدلية ما بين العلاقة ما بين الحكومة وما بين حكومة المركز وما بين حكومة المحافظة لتفكيف كل هذه الأسئلة والاستبسارات لدينا ضيف كريم وعزيز الأستاذ محمد جابر عطى محافظ بغداد مرحب بك أجوة أهلا وسهلا ورحوان تشرفنا بكم وتشرفت تشرف البرنامج باللقاءكم لتوضح بعض الأسئلة التي تكونها دائما عند المتلقي واستفسارات تحتاج إلى إجابة شكرا جزيلا صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا شكرا جزيلا والسؤال البديهي هي الحدود الإدارية لكن قبل أن لا نسأل الحدود الإدارية وأن ندخل في عمق عملكم نحن أمام تشكيل شكلة حكومة جديدة برئاسة الأستاذ محمد الشاعر السوداني كانت هناك مشاكل ما بين صراحيات المحافظة وما بين الحكومة المركزية هل هناك بارقة أمل بتعاون ما بين الحكومة المركزية ومن بين المحافظة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم على جميع مشاهديك الكرام وأتمنى لكم كل التوفيق طبعا مع تشكيل حكومة جديدة اختلف المنهج أو الإطار العام لكل سياسات الحكومات المحلية ومو فقط محافظة بغداد لبقية المحافظات وبدأ سيد رئيس مجلس الوزراء المحترم في متابعة كل محافظة بل بالنزول التفاصيل هذه المحافظة وبدأ يسأل عن جزئيات بسيطة لربما بعيدة عن مشاغل الأساسية التي هي تحديات خارجية وتحديات عربية وتحديات الخدمات التفصيلية إلى المواطنين والمناطق المحرومة عفوا أستاذ محمد تختلف عن الحكومات السابقة وتحاملها مع المحافظات يعني أنا أقول شون حصل بالاختلاف نحن يعني يعني أنا بالذات حتى عن نفسي صارت تقريبا حوالي ثلاث سنين هيصير أنا محافظة بغداد لأول مرة يجلس فريق محافظة بغداد اللي هو مسؤولي أقسام وشعب المهمة مع رئيس مجلس الوزراء ولأول مرة يقعدوني ويتخلوني مباشرة لمدة ساعتين هسه ما عرف أنا بتاريخ العراق بتاريخ بغداد لكنهم في تاريخ بغداد أنا أعظم ما اسمحها من ألفين ونتسعة مصائرة هاي هاي الشسم حالة صحية يعني يعني دوتريس وزراء يسأل مثلاً خلنقول مسؤول قسم البلديات وين شغلك شنو شنو الخطة مالتك يسأل مدير التخطيط شنو اللي يسوتي يسأل مدير دائرة الماء دائرة الصرف الصحي دائرة الطرق الريفية والخدمية اللي حنا نسميها الشؤون البلدية ويسأل ذلك الجزئيات البسيطة شنو تفاصيلها وسعتين نقاش ومعناها أكو تحس أكو في التوجيه معين أنت تتوافق مع رؤية الحكومة مع اهتمام خلنقول الحكومة المركزية بيئة العاصمة اللي هي دول العالم يعتبروها أهم شيء وهذا أول مرة نلمسه مع تشكيلة حكومة السيد محمد الشاعر السودان تحسي أنه عنده معلومات من يجل تقبيق وما خلال الساعتين عنده معلومات بالتفاصيل يعني أعتقد هو الرئيس الوزراء هو كان أعتقد عضو مجلس المحافظة أو محافظ كان أعلمي محافظ ميسان ثم تقلد عدد وزارات وزارة حقوق الإنسان وزارة العمل الشوء اجتماعيا وقلت له عدد وزارات أخرى اللي هي وزارة الصناعة والتجارة وكلهم ذني وحسا أسألها ربما يقولك أنت قاعدت لي تتقرب بالتجارة الوزراء بلس خلال الناس يقيمون أداء في هذه وهذا كان رحي يكون سؤالي هذه مجاملة لا طبعا خلال الناس تقيم أداء في هذه الوزارات ولكن قلت لها يسأل أداء التفاصيل أقول أنه هو كان تنفيذي وكان تشريعي فيعرف ذلك التفاصيل نتكلم له على فلان مشروع يعرف شنو خلفياته وتبعاته وشنو عمل المقاولين وشنو المودة الإضافية وشنو الاندثار وشنو التعويض فيعرف ذلك التفاصيل الجسئية اللي بقية لربما السابقين كانوا عندهم مشاكل أكبر من هذا يعني التحديات لربما في زمان لربما قسم داعش قسم تحديات وللآن حكومة خدمية مئة بالامتياز والآن في جو يسمح للكل بتقديم الخدمات ولهذا سارع إلى ملاحظة الخدمات مع مشاريع أخرى مع تخشكي الفريق لخدمة كل المحافظات وأولها بغداد جيد بما أنه دخلت فيه مضمار سيد رئيس مجلس الوزراء هو شكل لجنة لتقييم إعادة تقييم المحافظة أنت مع هذا القرار أو لا الآن طبعا هذا بشقين أولا لمعرفة أنه فعلا أنه مدى التقدم ومدى إنجاز أو التلكم أو الاحتياج أو الدعم لهذه المحافظات والإعطاء فتحافز لدى المحافظين أكو تقييم وراكم وعليكم أن تبدلوا كل الجهد وعدم التقصير لخدمة محافظاتكم وهذا في النوع بي يعني خلنقول بي في الدفع أولا هم دعم للاحتياجات تتكلم باشرة مع هذا الفريق يعني الاحتياجات لربما القصور عند المحافظة لربما قصور أخرى وزارات أخرى تموين وزارة التخطيط التقاطع صلاحيات بين الوزارات يصير في النوع من التقاطع وأكو مشاكل ما ردت تقل تفاصيل هاي فالآن هذا الفريق يحل دين المشاكل وعلى مدت تكون الحجة ترمع كل جهة يفكك هذه المشاكل وكل من يعرفها جبه وين لتقديم أفضل خدمة تمام بما أنه أنت ميداني أو عمل بالحكومة من 2009 وحد الآن سادة محمد هل ترى أن هذه الحكومة فعلاً جادة بتقديم الخدمات؟ بصراح والله يعني أعتقد الآن يعني أنا حتش عن محرط مغداد إحنا عدنا مشاكل رئيسية ويومياً يجينا الاتصال إما مباشرةً من دولة الرئيس الوزراء أو من مكتب رئيس الوزراء أو من الوزراء في تفاصيل يعني دولة الرئيس يقول فلان موضوع ونصار اليوم مع الاتصال مع معالي وزير الصحة على موضوع التمويل إلى صحة الرصافة وصحة الكرخ في حين احنا بالسابق كنا احنا نريد أن ننمولهم وراح الكتاب ورجع مصال الحكومة السابقة راح وطلبنا يا أبي احنا محرط مغداد مستعدين عن تقديم خدمة للمستشفيات وصلت أنه الأمور التشغيلية أصبحت صعبة كل شيء واحد من أموال لمساعدة صحة الرصاف وصحة الكرخ توقف مستشفيات توقفت مستشفيات يعني أنا التقيت مع مدير عام الصحة الرصاف الكرخ وقال وصلنا إلى درجة لأبسط الأمور الصغيرة ما عدنا فلوسها جيشين أبسط مثلاً كالولة أوبرة حتى صابونا حتى ندرنا الأشياء البسيطة ما عدنا فلوس نصرفها لأن أكو في النوعية الترتيب المالي اللي هم صاروا المتعينين الجدد أخذوها فلوسهم المرصودة خلال سنة كلها أعطيت رواتب فأوين جزرت بالأشهر الأخيرة من التاسع بني لاشنة تاسع عاشر داعش ثماش فاكتبنا إلى يعني الحكومة إنه طبعاً سابقة إنه أجدونا حال مع محار بغداد مستعدة أي حال ما كنت جواب ما كنت جواب الآن هي الوزارة قاعدت مثلاً الآن بكتان أنا طلبت بالفلي أخذوا قرار بمجلس الوزراء خلال عشرة أيام إحنا كملنا لكل شيء لإطلاق الأموال وأقصد اليوم اتصل بي وزير الصحة إنه وين صارت التمويل ستة مليار إلى وزارة الصحة ثلاثة مليار إلى صحة الرصافة وثلاثة مليار إلى صحة الكرخ من حصة محافظة بغداد في سبيل إنه اللي تتوقفها المستشفى تحيانهم إحنا وين الأموال لخدمة المواطنين فتصل بي مرتين وقلت له أنا مكمل بسبق استلام المصرف للأموال واعتقده الصبح باشي يسترمون الأموال ممتاز إنه تمويل قادم إن شاء الله اللي صحة الرصافة الكرخ باشي يسترمون ممتاز إن شاء الله حسب ما سمعت بينهم فعلاً في الرصافة قال العمليات بعد ما نحن نسوي شهر عندنا وهي عن طبيب مختص قال في صالة العمليات منا شهر أنا أقول لك بعد ما نقدر أسلتك لا إن شاء الله باشي لوصل لغايد غداً صباحاً ساعة 9 الصباح يسترمون الأموال ممتاز أحسنتم بارك الله بكم إذا نرجع على صلب عملنا اللي هي الحدود الإدارية حتى نفكك هاي المشكلة لقد المواطن وأعتقد صارت أزالية وين حدود عملكم؟ وين حدود عمل أمانة بغداد؟ طبعاً حسب تعريف يعني ومقروع على الدستور بحافظة بغداد ومثل حدودها الإدارية الإدارية يقصد يعني بينها وبينها المحافظة المجاورة نظر مثل بغداد خنقول رايحين نلحلة إحنا يعني إذا يندل واحد وينوصل إلى جسر الإسكندرية هاي الحدود الإدارية فبغداد هنا توصل أو نذهب خنقول باتجاه باتجاه التاجي آخر يعني حدود لا بعد وين حدود صلاح الدين يعني بعد ناحية العبايشي آخر شي اش يسمى هاي ضد من بغداد؟ كلها ضد 33 كيلومتر من حدود أمانة بغداد هسن يجي نعرف شو حد أمانة من جسر مصابيح باتجاه 33 كيلومتر طبعاً هاي خارج بغداد هاي تجي حدود Marcus أي الحدود الفاصلة بيننا وبين محافظة صلاح الدين وكذلك الحدود الفاصلة ما بعد أبو غريب وبينها وبين أمبار ومحافظة ديالي ومحافظة الكوة ومحافظة الحل محافظ بابل مدينة الحل محافظة بابل فهذا الحدود الإدارية والعاصرة والبغداد بحدودها البلدية يقصد تقريباً إلى السيطرات يعني باتجاه الحلة وين يسموه القوس موجود القوس ما بعد على الودر هاي مثلاً حدود أمارة بغداد بعدها منها إلى اسكندرية تقريباً هاي كلها بغداد محافظة قبلها أمارة بغداد أمارة بغداد بهذه الحلقة اللي داخل السيطرات داخل المركز لبغداد هذه حدود أمارة بغداد وعليها خدمة الأمور الخدمية البلدية اللي هي ماء صرف صحي وتبليط مع تأثيث الشوارع اللي هي خنقول أشجار متنزهات وجزر وأرصفة هاي تسموها حدود أو عمل أمارة بغداد لكن احنا بحدودنا الإدارية نعمل على تقديم الخدمات البلدية بخارج أمارة بغداد بس محافظة بغداد مو تشتغل هناك بس تشتغل داخل العاصمة داخل أمارة في أمور أخرى وهي هي المستشفيات المراكز الصحية أبنية أخرى عندنا مثل أبنية الآن قاعدة تشتغل عندنا بناية الجوازات قرية تخلص يعني بناية مرور الرصافة وأبنية أخرى يعني أبنية أخرى بطاقة الموحدة وعدنا الآن عدنا مشاريع لبناء مراكز الشرطة أبنية أخص بغداد يعني هذه صلاحيات من ضمن القانون طبعا إن انطت صلاحيات المجلس المحافظة تنمية أخاليم نعمل حسب يعني رؤية مجلس المحافظة والآن المحافظة كل شيء يحتاج المواطن في هاي المحافظة وحتى نبني داخل الجامعات وعدنا عمل داخل الجامعات واستوردنا موالدات لخدمة المناطق اللي هي كهرباء زين ونعمل بأمور الزراعة وكلها مشاريعها سواء كانت بالداخل أو بالخارج في مدارس الآن عدنا عمل مدارس اللي هي بالداخل وبالخارج وعدنا مستشفيات بالداخل وبالخارج وعدنا مراكز صحية وعدنا مكتبات وعدنا وحدات سكنية بالداخل وبالخارج كلها عمل محافظة بغداد زين يعني ما عدا وضع الستراتيجيات والخطات المستقبلية أيضا لكم صلاحيات تقديم مشاريع هايو كلها مشاريع مشاريع كلها مشاريع سواء كانت سواء قلت لك مثل ما قلت لك مدارس أكثر مدارس يعني احنا عدنا ست مدرية عامة كل محافظة عدها مدرية عامة احنا عدنا ستة ثلاث مدارس عامة بالكرخ والثلاث مدارس عامة برا صافة وربما وحدة المدريات تعادل أكبر محافظة اللي هي مثلا مصافة الطاقة أو يعني عدد المدارس والأبنية كلش كبير وعدد المدرسين فنعمل على خدمة هذه المدارس سواء كانت الأبنية داخل حدود أموات مغلال أو خارج حدود أموات مغلال وكذلك الصحة براكة صحية احنا اتجعوا الصحة صلى الله محمد بما أنه فتحنا مدارس هل المدارس كافية لقبول هكذا عدد طلاب يعني أنا دا أشوف أكو هذا الدوام الثلاثي صار المزدوج يعني متى بغداد تنظ بهذه الخدمة وأن تصبح مدارس دوام منفرد يعني أحادي أكو لقص من مدارس وتقريبا يعني احنا نتكلم اليوم بداية السنة الجاية الطلاب يزيد عدد طلب على المدارس في كل دخول موسم دراسي جديد اللي هو بداية شهر التاسع أو متصف شهر التاسع فهذا الموسم كان عدد المدارس المطلوبة لتغطي الحاجة هي تقريب حوالي تسعمائة إلى ألف مدرسة محتاج ولكن ماذا عملنا احنا في محافظة بغداد دام بين توقيع عقد في سنة العشرين وافتتاح المدارس واحد عشرين قسم واثنين عشرين أنجزنا ميتين وخمسين مدرسة وعدنا أكثر حوالي خمسة وخمسين مدرسكات مدرسة متلكئة متأخرة بها مشاكل تم إنجازة في ضافته هاي ثلاثمية والآن أكو مشروع اللي يسمو العقد الصيني حصة بغداد أخذت مية واربعين مدرسة زين والآن يعني بلشتوا بيها لو بحدي عاملة 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 نعم وصتت نسب إنجاز بيها نسب إنجاز من تفاوت نعم نعم وهاي طبعا تقوم بيها الأمان العامة نسو سراء يعني وعدنا مشاريع الآن دخلناها مشاريع اللي دخلنا حوالي مية وخمسة وخمسين مشروع مدرسي في قانون دعم الطارق وإن شاء الله 23 ندخل بعد مدارس المشكلة اللي قام تتواجهنا قلت الأراضي المخصصة للتربوية يعني صار تجاوز على العديد من الأراضي صار استهلاك كثير من الأراضي باتجاه غير صحيح وبدأت تتقل المدارس اللي خصوصا في مركز العاصمة لا أعتقد عدي مشكلة كبيرة بي على أطراف بهذا تمام لربما بالمدن أبو غريب عدي دوامين لربما بقية الكتافس كبو الحسينية عدي دوامين ولكن يعني نقدر نشتغل به لأن أكو مساحات أخرى بس عدي مشكلة مثلا مركز الكاظمي عندي بيها مشكلة نسبة سكونية عالية ومساحات خليلة قد نذهب إلى الاستملاك ولكن المشكلة بيتواجه استملاك مدرسة تعادل بناء عشر مدارس كأرض فهمنا يعني قسم المسائلة أو ولو التعليم يحتاج أكتر ويسوي أنه واحد يصرف عليه كل ما عند تعليم يحتاج ونقول أنه هدر بالعكس ولكن قد نذهب إلى أخيرات أخرى أنه إذا كانت مدرسة قديمة نحاول نسويها مثلا اطناعش صف هدم وبناء صف مثلا اربع وعشرين أو أكثر من اربع وعشرين صف في سبيل كل مدرسة حديثة كبيرة وتساوى بأكثر يعني أو قسم إذا كانت مدرسة بها ساحات كبيرة مع العلم أنه الساحات نحتاجها لأبناء فالشيء ترفيه بوقت بين الحصتين الفرصة أن يكون مو معناه استهلكوا كل الساحات لا بس أكو قسم المدارس بها بساحات كافية نسوينا بها أجنحة وصفوف في سبيل استيعاب العدد المشكلة قدنا كثير وهذا تم طرحها في اجتماعات السكرتارية عن التنسيق بين المحافظات بحضور دولة رئيس الوزراء أنه مؤشكلة الأراضي التي تعتبرها زراعية تطونا فالتقرار جنس جنس زراعية تطونا قرار خلينا بنيه نذني باعتبار بس تحويل جنس لأنه أكو ضوابط معينة ما ممكن بناء مدرسة ما يتحول الجنس هذا ضوابط وزارة التخليل وزارة المالية وسرعة الراض ورقابة المالية كيف تبنون على الأرض جنس الزراعية جنس الزراعية وبها محددات قانونية فالآن خلنا نعمل بسرعة كنا نطرح لكل المحافظين أنه خلصونا من هذه المشكلة القانونية وحي مساعدين على بناء مدارس مع العلم يعني افتتاح مئتين وخمسين مدرسة بين توقع عقد وقص شريط لهذا أعتقد في تاريخ بغداد بصائرة ولا في تاريخ العام نحن نتمنى أنها تزداد يعني مئتين وخمسين وخمسين يعني يعني أعتقد بغداد نجحت في بناء أبنية مدرسية ممتازة خلال هذا السبوع عندي عدد مدارس يعني منتظر الافتتاح ولكنه بس استكمال أجراءات بسيطة في سبيل يعني التجاوزات كان لعدكم طبعا عدنا يعني هيها جزء ومشكلة عدنا سكن غير نظامي في كثير من المناطق وهذا السكن لو كان موزع بطريقة صحيحة كان أعطي مساحة من الأرض لخدمات هاي الخدمات يعني خدمة المنطقة ربما أسواق لربما لربما أبنية خدمية ومدارس فهي منصابنا يعني خيار نظامي كل السهلة التي توزعت لطبقة قسم الناس يعني محرومين وكلها صارت أبنية مو بترتيب مو نظامي صحيح بطريقة توزع بطريقة عشوائية وهذا هم أفقدنا لكثير من المساحات اللي كان ممكن أعطاء حصة من هالمدارس صار بلها علاج هذه القضية يعني دائما ما نسمع كل المسؤولين يقولون يا بق هاي التجاوزات أضرت وطبعا بالتأكيد احنا نتفقوياك أضرت يعني أضرت على البنى التحتية أو أضرت على الشكل لتصميم بغداد لكن الناس نحتاج إلى بديل يعني انتم ذا تطلعون من هذا المكان لازم أكو بديل ما ذهرتوا باتجاه بناء العامودي مثال على بسماية مثلا سويتوا مشاركة وقتوا محاولات قدكم صلاحيات صرف الأموال ليش ما عملتوا على هذا يعني للأمانة يعتبر مشروع بسماية أنجح مشروع بالعراق وكانت أكو بمعارضة شديدة في وقت وبعد المسافة وكيف تكون هناك في إنشاء مية وستة ألف وحدة سكنية يعني إذا معدل خنقول خمس نفرات أو أربع نفرات يعني أربعة مئة ألف أربعة على مية وستة لربما أربعمائة واثناش ألف وحدة سكنية وهذا رقم يعتبر بهون بس الحد الآن ناجح ولو الآن مستغل ثلثة يعتبر أنجح مشروع على المساحات وعلى التوزيع وهذا معنا يطين إدافع على تسجيع البناء بنون تشابه من دينة بسماية هاي التجربة الناجحة اللي تم تأسيسها في عهد دوترئيس السابق نوري المالكي المحترم ممكن السنساخة الآن وعمل الآن لدينا منطقتين أيضا في منطقة النهروان اللي سميناها مدينة عالي الوردي لهم منطقة بسماية ممكن الآن إنشاء بها مدينة تناظر أو تشابه مدينة بسماية بها مساحة هاي بنجانب الرصافة والكرخ الكرخ اللي نسمى معسكر طارق في منطقة بغريب أيضا ممكن عمل مدينة سكنية حضرية تشابه وتحللنا أزمة سكن كبيرة قد تفوق المئة ألف هذا حين يعني أولا سأربس ماية نوعا ما يقدر الموظف بخلال التقسيط يعخذ لشقة لكن من جانب الكارخ في مكان جدا حيوي الحكومة أنطت بوابة العراق ده شوفه يمكن بالمنصور توصل إلى مبالي خيالية يعني عاني كمواطن بغداد من حق أني أقعد هناك مو هذا المبلغ العالي هذا ذهب باتجاه الاستثمار أنا كمواطن أتسائل ليش هذه بوابة العراق هي مدعاية لها أقول لك الساعة هواية كمثلها مو هواية كمثلها لحي ما نقول بس بهذا هواية كم أبنية لآن أسعارها خيالية قد تصل أنا أشيرك إلى أكثر من ألف و ألف ومائتيين دولار ربما ألف و خمسمائة دولار وهي الأرض عدا مجانا هذي المشكلة طبعا من يحاسب من مفروض تقوم بيها الهيئة الوطنية الاستثمار أنت مطي أرض بسعر الذهب مجانا كيف تحطي أرض مجانا ويبيع براحته معنى أنت أطايتها أموال يعني هي شي أموال ما لكم سلطة بهذا الموضوع لا يعني هو أصل قانون تمنح الأرض مجانا باسم الاستثمار وهذا بخطرة زمنية محددة لا ممكن خمسين سنة ممكن كذا إي بعدين طبعا بس هو حيبيع وهذا السكن يختلف هاتحكي على التجاري بالضب السكني ما بي بعد خمسين سنة هالا المواطن واني اشتريها وصالت باسمها وخلص دعا مش سلطي دعا شون هاتحكي دولة أطي اي هو وهذا اعتبر أنا ترفض خلل تشريعي من إنه يعطى أموال بها لربما أنا إذا تشجع السكن أطي أرض في المناطق اللي حقا نقول بعيدة وتعتبر قيمة القيمة السوقية خليلة جدا بها مجال باعتبر حيطور لياها بس مو أنا خليلي في وسط بغداد وهوايا عدي في وسط بغداد أطي أرض مجانا اللي يسعرها بتعتبر أغلى منطقة بالحق تمام زين هذا المفروض يبحث يعني حقيقة يعني الآن دائما في مجلس المحافظة ردت أن تكون طريق يعني مطقة معسكر أو مطار المثنى أن تكون هي المدينة الإدارية الحكومية الجديدة ولكن مع الأسف تم توزيع المطقة وممكن الآن بقية المناطق أنه صل بها وزارات صل بها تصميم صحيح بحيث أنه لحد الآن البناية الإدارية ما عدنا يعني الآن دول عالم عدهم الحكومة الإدارية في منطقة وعلى نظيمة منظمة عفوا مرتبة في مناطق اللي ربما حتى له أطراف المدينة هي الصير هي الصير مدينة الآن إضربنا مثل بسماية إذا شوية تطورت خلت لها معهد وخلتها كلية وهذا تطلع هي مدينة لربما مدينة منافسة إلى مدينة بغداد المركز وصير مدينة يعني خلنقول بها كل بعدينش أنا جي إذا أكو سوق تجاري وأكو هناك معمار صناعية وربما صار معهد وكلية بعد عشاء وعدي المركز صارت كلها الأمور هناك وأكو مستشفى وأكو مركز صحي وأكو خدمات أحاول أرتم أموري في تلك المنطقة سواء الكاسب يشتغل هناك وسكنها قريب هذا هو التوزيع الصحيح أكو مدن عالمية يعني هش على سبيل المثال يعني نضرب مثل مدينة فرانكفورت الألمانية عدد نفوسها يقول لك شو كنت تريدها بالليل أو بالنهر عدد نفوسها بالنهر خمس ملايين وبالليل 800 ألف هش يطيكي يعني يعني المدينة بالليل كلهم يروحون للأطراف وخلالهم طبعا أفضل شبكة طرق موجودة بالعالم في ألماني فخلال 12 دقيقة حاسمين أو ربع ساعة من أبعد منطقة إلى مركز المدينة خلال شبكة طرق السريعة فبعد ما كنت لاحية أنا أسكن في مناطق غالية مركز المدينة اللي بيها خنقول أبراج وبيها الحكومة السياسية وخنقول المركز التجاري أروح لأطراف سكني أرخص وربما يعني حتى يعني الصحيين وبيئيين أشي ما بالأطراف تكون أفضل هذا هو التفكير الحديث اللي الآن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عددها هسا راحو يقلل عدد جاز المتزمات ويهد حتى يروح لطاق يعني أكل الآن التخطيط وإن شاء الله يعني أكل بوادر خير وأكل الآن يعني خلال نقول عمل لتهية هذه المناطق في سبيل إن شاء مدينة صحيحة خارج مركز مدينة بغداد جيد تحدثت بشكل سريع عمها بدي أتعرف عليها ثاني ما هي العلاقة ما بينكم وما بين اللجنة اللي شكلت من رئيس مجلس الوزراء لجنة الخدمية والهندسية اللي في الحشد رأسها رمح بيها شو أن كان تعاونكم ياه أول شيخ اللي أحكي على هذا سؤال الشيخ الثاني طبعا تم تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي وفريق تمشكلة مبادرة من رئيس مجلس الوزراء وكان اجتمع الأول طبعا في محافظة بغداد يعني في رئاسة الوزراء وكنت أنا حاضر وتناقشنا أصل ثكرة كيفية العمل والآن بدأنا بترتيب توسعنا هيكلية وتنظيم يعني إداري ومالي وقانوني وهكذا وأصبح يعني خنقول فريق الآن هو الآن فريق خنقول مثل القوة الضاربة الخدمية ممتاز في أي عندنا مشكلة خدمية رأسا يعني لربما قسم صارت بالتليفون أكو مشكلة في منطقة معينا روح الفقرات الخدمية ويبدأ والآن بدأ الآن ما صار شهر أيام زي والآن بدأنا تقريبا توسعنا إلى مناطق وبدأ الآن خنقول بالتهيئة الأراضي صار بما أنه إشراف الحكومة المركزية شكرا مباشر فيكون طبعا إنجازك ومتابعة أول منطقتين عفوني أدي هاي المناطق بالكرخ ورصافة بالكرخ ورصافة شاكر العالم الدوان سبع قصور الثعالبة حي الكوفة بالرصافة حي البساتين بالرصافة النهروان بوب الشام النهروان وابو الشام على المحافظة يعني خنقول داخل حدود الإدارة محاول مغداد وذنش المناطق داخل مناطق آمات بغداد باعتبر آمات بغداد بها مناطق خنقول دني هذا السكن غير النظام اللي قنعني ويرحوا منطقة وآمات بغداد تمتنع عن تقديم الخدمات لأنه قانون ما يسمح لتقديم الخدمة بسي جاي بأمر ديواني هسل آن هسل آبعد انتهت ها انتهت يعني هاي حجة مسلا ما احترام يعني إنهم بالقانون ما يسمح أن يقدم خدمات معنا عندما يكون كثير مناطق داخل آمات بغداد والجنسة الزراعي قدموا لخدمات ماء وقدموا لخدمات كهرباء وشوارع رئيسية وهو لا يسمح الخانون عدا دا ما يسمح يسمح شون فقص يعني المهم فالآن دني المناطق بدأ بتقديم الخدمات إلها وصال عمل فعلي في منطقة الدواني بالكرغ ومثل ما قلت شاكر العاني ومنطقة حي الكوفة بدأ قص الشوارع فقط قص الشوارع لو مثل ما قال السادة وعلي كوفي قال حتى بنا تحتية لا لا احنا الآن اهم شي طبعا عندنا قدرنا مناطق سكنها مو ترتيب صحيح فأول شي طلبنا لأموات بغداد أول شي رسمها منطقة صحيحة والآن نعمل على تغيير الجنس وطبع هذا الزراعي نعمل تغيير الجنس تقدر تزرعها عشر متر ربما ما صحيح يعني خمسة في اثنيا هين شي يعني ما عندنا شي مساحة القصد فتنظيم وقص هذا الشوارع وبدأ العمل على خنقول تسليك مجاري لربما مجاري خنقول سطحية أو خدم تخدم المنطقة ونظاميا بأي بأي لأنه يحتاج مشروع مجاري كبير وإذا نحسب لازم تصميم أساس ولازم بنى تحتية فيطول احنا نريد منطقة تشكو من معاناة كل شتاء وكل جسم فتقديم خدمة سريعة فالماء أغلبهم واصل ولكن واصل بطريقة غير مرتبة إذا كان أكو مشكلة رتبوها أيضا إذا أكو مشكلة في صرف الصحي سواء مياه الأمطار أو المياه الثخيلة هم وبالآن بدأ سبويس والآن قسم عدهن أنجزنا الرصيف الجانبي والتهيئة لتبليط هذا الشوارع ها تبليط طبعا نحن ما نطلع من المنطقة اللي تدخل بها إذا ممكن تبليط قسم من عدهن تتعارض مع مشاريع أخرى اللي خلنقول في منطقة النهروان يتعارض مع مشروع النهروان اللي إن شاء الله قريبا يطلع المركزي احنا عيسية واللي يشوف المنطقة إذا هذا الشارع يتأخر تقديم الخدمة من ناحية المجاري يعني بمجال لربما نبلط حسب كم سنة يتحمل وإذا لا والله قريبا إحنا نحاول بس نرتبه ونعدله لأن شبكة المجاري ستعتبر قريب حالتها هذا الآن ماشيين بيها في سبيل أنه ترتيبة المنطقة سبع سبع قصور أيضا من ضمنها والنهروان الفريق إلى منطقة سبع البور لتقديم أيضا خدمة سريعة بوب الشام الثعالبة سبع قصور هذه المناطق حي الكوفة حي المساتين دوان بالكرخة وشاكل العاني وحتى احتمال نطلع إلى شمال منطقة الكاظمية في سبيل توفير خدمات سريعة طبعا من الفريق توجه إلى دوانية وتوجه أعتقد إلى النجف لأيضا نقل هذه التجربة وتقديم الخدمات لكل المحافظات بس يعني خلونا احنا اولا خلونا رتب أمورنا خلونا المشكلة ادارية ومشكلة مالية فنية هي مو يعني أكو شحة أموال بس ترتيبها بس هي مو عاق مو عاق لا ترتيبها وطبعا الحكومة المركزية كلها وارفة كل جهودها فإن شاء الله تنجح يعني وأعتقد هذا يعتبر تأسيس إلى فريق مهم جدا لتقديم الخدمات عاجلة طبعا لا ننسى مثل ما تكلمت الحجد الشعبي الآن أصبح هو فريق خدمي وهو كان الفريق الأول المدافع عن العراق ببذل الأنفس النفيسة جدا والغالي علينا والآن يعني يبدلون جهدهم في تقديم خدمة مشاركة مع كل المشاركين بهذا الفريق سواء الفريق اللي شكله رئيس وزراء طبعا مع كل المحافظات وخصوصا المحافظة بغداد أستاذ محمد مشاريع أربعة في ثلاثة هاي هاي تسمي من عندي ثلاثة في أربعة أقصد إحنا عندنا ثلاث مشاريع مركزية لبغداد وكل مشروع بأربع تفاصيل الثلاثة الرئيسية هي النهرون عفونا مجاري شبكة المجاري لمناطا بغداد اللي هي النهرون مجاري نهرون مجاري الوحدة ومجاري سبع البور ومجاري بغريب هذا موضوع المجاري بأربع مشاريع مهمة جدا ومبالغها جدا عالية الآن إن شاء الله يعني نهمنا توجيه مباشر من رسولة وزراء لإنجاز المشاكل لدينا مشكلة بين مالية وزات التخطيط واليوم واليوم أنا عندي بحث مع وزات التخطيط لحسم المشكلة بينه بس تنظيم إداري مو مشكلة مالية بس تنظيم تنظيم بينه يدرج على يوم وسمى استثماري القرد الصيني ما عرف إيش إحنا مو يمن الموضوع التبسطون الرخصة يخرج يشتغل بس قالوا انتظروا على أساس تنظم هذا الموضوع بتفاعل؟ أي ما بيكون مشكلة مجاري الأربعة اللي هي منطقة النهرون ومجاري الوحدة ومجاري سبع البور ومجاري أبو غريب هذه مناطق تشكو من هذه الخدمات لأنه ما نقدر نبلط إذا ما تكمل مجاري وما نقدر نسوي بناء أخرى إذا ما تكمل المجاري كلها متوقفة على المجاري بيكامل؟ مدينة كاملة بيكامل مدينة النهرون كلها طبعا أغلبها وفق التصميم بس مساحة كبيرة عن النهرون يعني أغلبها ومشاريع كبرى وكذلك أبو غريب شركات عراقيل أجنبية تم البحث هذا الموضوع مع دوتر وكان توجه يدرس الموضوع مع مكتب المستشارين أيهما أفضل هل نذهب باتجاه شركات عراقية رصينة فعلا عملت ونجحت في شبكات الصرف الصحي أم نذهب بدعوة شركات أجنبية متخصصة أم تطرح على موضوع المناقصة ونشوف أيهما أكفأ الآن لحد هذا الموضوع قيد البحث ولكن الميل مع الشركات العراقية التي نجحت وهذا كان توجه دوتر السجراء التي نجحت في إنشاء شبكات مجاري في محافظات العراق هذا الانتجاه الرغبة بهالشكل هذا المشروع الأول المشروع الثاني اللي هو مداخل بغداد همدي أربعة على محافظة بغداد اللي مشروع المدخل بغداد التاجي ومدخل بغداد حلة ومدخل بغداد فلوجة القديم ومدخل بغداد بعقوبة القديم على محافظة بغداد ونصف من عند نصف مشروع مدخل بغداد كوت باعتبار نصف الآخر تكمله وزارة الأسكان ويبقى عندنا طريق بغداد الشعب على بعمل بعمل يعني بعمل وعمل يعني أكثر من خمسين بالمية بالبغداد كوت وبغداد بعقوبة الجديدة على وزارة الأسكان الآن يعني كله يعني نريد أن نرتبه بطريقة يخدم لأن تم إدراجه في وقت كانت المبالغ خليلة وأدرج على قدر المبالغ صحيح الآن عدنا وفرة مالية وأكو إمكانية محافظة بغداد فالآن طعينا رؤية جديدة لربما تأخرنا في العمل بس نريد أن تكون هذا المشاريع رصينة ومشاريع جيدة لا لأنه يعني خلينا نشوف واقعنا نحشى بصراحة واقعنا لحد الآن ماكو الفزام بتطبيق القوانين بصورة صحيحة يعني عدنا الحمولات العالية وهذه نسميها لتريلة والقاطرة ومقطورة دول العالم كل سيارتين تفرغ بسيارة واحدة في العراق معناها دول العالم ما تسمح بالحمولات العالية وبعلاقة مو مسموح تجاوز على القانون وأكو تهاون في تطبيق هذا القانون الآن الترتيب أنه نعمل هذا الشوارع توقعون مواقعنا صح إلى أن يصير تنظيم قوانين لا فرض قانون تقول لي تمام خلي ميزان ولهو أكو ميزان بس ما حدلت الزنبي وأكو فرض قوانين بس ما حدلت الزنبي وأكو فد نوع من تتطاول على القانون ولكن علينا نفرض هذه بالدولة نعم نعمل على الواقع أنه يكون شوارع تتحمل الخروقات هذه الآن أكو فكرة وتم عرض المخططات والقراءة كاملة وبدأ يسأل رئيس الوزراء عن تفاصيل هذا الشنون هذا الشنون هذا الشنون شو حيث يصير هذا قال جاي يمشوا بهذه الرؤية وبحثوها مع وزارة التخطيط العرض كامل بصورة هندسية كاملة لاختيار الأسلوب الأفضل ويكون مداخل بغداد بطريق أفضل ما يكون تماما متأخرة بس العمل كله لتنفيذ برامج صحيحة وتخدم العاصمة بغداد المشروع الثالث بقى واحد في أربعة اللي هي المستشفيات أربعة عدنا أربعة مستشفيات الآن تحت الإنجاز مثلاً المستشفى الأفضلية الأعمال المدنية الآن وصلت لها حوالي 70% 70% وليس هذا المستشفيات كان المفروض 2014 بهذا آه هذا اللي تم العقد بالـ 2014 وأربعة هند المستشفيات 2014 ولكن طبعاً إيجي قرارت 32-47 2015 ووقف هذه المشاريع وصارت تلك واندثار ومن أنا صرت محافظ بداية 2020 قبل 2020 شهر شهر ونص كان نسبة إنجاز المستشفى العظائلية حوالي وقالب 20% الآن نسبة إنجاز المستشفى العظائلية بالمستشفى نفسه 70% وأضف نوعها كان مخترح وناقشناه وطلبنا المجلس وزارة الاقتصاد أنه يضيفينه مجمع سكني للمستشفى ومنطقة تعتبر شوي بعيدة ويرادينه أنه الطاقم الصحي والملاك الصحي يكون مبيته سكن شقة كاملة هو وعائلته وأطفاله مع مدرسة مع مدرسة أو روضة طبعا هي مستشفى بعد مركز صحي هل يكون مجانا مع بقية اللي ربما سيواجهت فتسوق صغير لخدمة هذا المجمع الصحي مجمع على مساحة كبيرة وبيه خدمات وممكن بيت توسعة وإن شاء الله كم سغير؟ ميتين سرير هل يخدم منطقة الأفضالية وأطراف أفضالية أطراف بغداد تواصل إلى كل المعامل حدود من مديالة وتواصل إلى شرق القناة لما عندنا مستشفى أقرب مستشفى خلقوا لهم هي مستشفى الكندي بعيدة عليهم هذه تغطي نصف خطر جدا سبعين بالمئة بعيدة قدوا ينجز بكامل يعني أكو مشكلة أكو مشكلة اليوم والثنين مع توجيه دولة وزراء أنه كل الأجهات المعانية وزارة الصحة محافظة بغداد وزارة التخطيط المالية حل المشكلة حل المشكلة هذا السبوع ما هي المشكلة؟ أكو مشكلة تضخم عندنا بفرق سعر الدولار وفرق سعر الأجهزة هو طبعا التعاقد أنتم مشتريين الأجهزة؟ لا بعضهم هي المشكلة أولا فرق سعر الدولار فرق السعر الصرف تغير والعقد بالدينار فهذه مشكلة كنتو عالج وهذه مبالغ عالية يعني تقريبا تفوق المئة مليار دينار عراقي مبالغة قليلة بذاك الوقت يعني يجب حسمها بطريقة دقيقة لأنه أقل جزء صغير يطلع مبلغ جدا على قضارة وعليها محاسبة فيكون يعني تأني ورقابة شديدة عليها وهذه طبعا من قبل يرفع من المحافظات إلى وزاة التخطيط وزاة التخطيط تأخذ بقرار هذه مشكلة المشكلة الثانية بالعقد يكون التجيز الأجهزة في سنة التسليم يعني الجهاز على سبيل المثال مثل الجهاز هنقول نظر مثله الرنين إذا كان سعره مليون دولار المشكلة بالعالم الأسعار الضعفة في اثنين وفي ثلاثة لربما جهز اليوم في اثنين مليون دولار وهذه مبالغ يعني في الأجهزة المعدات الأجهزة الطبية أكثر شيء الأجهزة مو التأثيط مو التأثيط هذه يعني الآن نسموه 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 التضخم العالمي مو فرق السعر هذا أيضا نسموه لجهة الأمر الخمسة واربعين المففوظ هذا السبوع تحسن للمستشفيات الأربعة اللي هي بالفضلية مئتين سرير بالشعب مئتين سرير وبالحرية أربعمية سرير في جنب الكرخ ومستشفى النعمان خمسة وسبعين سرير التوسعة بالعظمية بالعظمية توسعة سرداب مع سبع طوابق يعني يتفلش من لا لا بصفة بصفة سرداب مع سبع طوابق ونسبة إنجاز سبعين بالمية هم أكو مشكلة هم أكو مشكلة بسعر الصرف يعني تضخم محلولة ماكو عارق كبير يعني أعتقد إن شاء الله يعني إن شاء الله خلال يعني هذا السبوع تحسن من رجلة أمر الخمسة واربعين وحضرها أعتقد رئيس الوزراء وتحضن من نجات معانية طبعا الشركات يقولوا إحنا نمستعدين نعمل بس طول الرقم اللي إني يعني ويابة هذا الجهاز لكم سعره بهالقيد عموا نتوجه وحن نشتغل لأن أصل عقيد هو مو أجهزة مطروحة تروح تشتريه هاي تصنع يعني سيتسكان أو رانين أو شيء تطلب من الشركات العالمية اللي هي جهز أو سيمينس أو جنال الكتريك إنه جهزولي هذا يقول لك أعطيك 8 شهر على جهاز تبتيار هذا مو تروح تلقى بالسوق تشتري وتجيه هاي أجهزة تصنع لمشروع معين ويكتب طبعا كلها مصنع خصيصاً إلى مستشفى الأفضالية مستشفى الشعب ومستشفى الحرية وهكذا بقى الدقيقة بس حدثلنا عن الألف درجة خلاص الوقت والله وقت وياك ممتع جناب الأستاذ محمد جابر يعني فعلاً معلومات مهمة جداً اليوم استقادها منك وهي ضرورة الناس كنت تتابعك والله عدنا كنت أسألنا على مشاريع مغداد بعض من لاحق قد تطولها فدوما ساعة شغلك حلقة ثانية إن شاء الله الألف درجة الآن إحنا عاملين عليها بسرعة ولكن السبوع القادم إحنا أطلبنا في كل مرة نطلب ألف اسم لسبيل المقابلة خصوصاً عن غربهم وتقدمهم ولكن كاتب نفسه على وظيفة نطلب ألف اسم يجونهم عندهم متين ونقف يعني ونضطر إذا أنت شونهم مقدمين ما أعرف هل تريد الوظيفة ليش قدمت وإحرجت اللي بعدك ملين عقد لا هذا مشروع إلى ملاك مو عقد يعني هذا مشروع هذا توظيف هذا اسمه تمام عقد لغلظ التجربة لكن نهايته ملاك دائم مئة بالمئة صح ونطلبنا ألف ثانية مهمنا إجارة بعد مئة وخمسين واحد ووصلنا خمسة ألاف ولحد الآن موصلنا للألف فهذا يعني خلقون فالنوع من يعني من الزهد خلقون بالوظيفة اللي العالم كنت تعليم ما تتمنع بحالي رجي زين محافتي مع العلم ما كنت تعينت مع العلم طول ألف درجة اللي حان حال كل المحافظات بس اللي قدموا مئة وثمنتعش ألف درجة يعني الجهد اللي بدلنا مئة وثمنتعش نخرج ألف وذول ألف لحد الآن يعني أنا قاعد شوي يتوانون بيه بس نداء الأخير أنه ترى هذا السبوع القادم اليوم سبت باشر أحد نهاية يوم الخميس اللي اسمه دعيناه ما إجيه نفطر نستبدره بغيره وما إلا أعدوه بعد أحسنتم أستاذ محمد جابر عطا محافظ برضا شكرا لك شكرا لحضورك شكرا لكل المعلومات اللي أعطتنيها وأصلا صاروا على علم الأخوة المشاهدين بكل التفاصيل وخاصة في قضية الحدود الإدارية شكرا للك مرة أخرى شكرا للمشاهدين كرام شكرا للمتابعكم إن شاء الله نلتقيكم السبوع القادم الساعة التاسع مساء يوم السبت في حلقة جديدة تهتم بالخدمات وتخدم بشؤونكم وإن شاء الله نكون قد وفينا هذه الحلقة شكرا لسيد محافظ بغداد مرة أخرى السيد محمد جابر عطا وشكرا للأخوة في العلاقات شكرا لك كافة الإخوان الموجودين في إدارة هذه الحلقة نلتقيكم بإذنه تعالى تقبل تحياتي أنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرمي في أمان الله وعلا الله شكرا لكم